بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعشف المرسلين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم والحكيم. موجودة على القناة تقريبا مية وخمسين فيديو لشروحات خاصة بالتقنية خاصة اكتر بالشبكات ولم نتعمق في مجال الشبكات بشكل كبير جدا ولكن احنا بنهتم بالمعلومات البسيطة اللي قد تفيد المستخدم العادي اللي مش مهتمه اصلا بمجال الشبكات ومش مهتم انه يتعمق فيه هو كل اللي يهمه كمستخدم انه يزبط خدمة الانترنت الخاصة بيه في المكان اللي هو موجود فيه ويعرف الاعدادات الخاصة بالواي فاي وبعض الخصائص اللي احنا شرحناها خلال فيديوهات السابقة. وكان بيبقى عندنا مشكلة في كل فيديو انه كتير من الناس بتطلب شروحات على رواتر معينة. احنا بسا بنشرح على راوتر من زي دي اي هو عايز راوتر من هواوي او عايز راوتر من زي دي اي اصدار مختلف او عايز راوتر تي بلينك وهكذا. وبالتالي كنا بنزل الناس كتير معانا ولكن ده خارج عن اراضتنا. لانه ببساطة عشان تشرح الخصائص على كل هزي الرواتر اللي بتطلب تبقى العمالية صعبة جدا. خصوصا ان الرواتر دي مش متوفرة معايا وبالتالي بيبقى الموضوع موجود وصعب جدا بعكس ما يكون هزي الرواتر موجودة معايا هيبقى الموضوع سهل مهما كان عدد الرواتر. وبالتالي جات لفكرة الفيديو ده ان احنا نعمل فيديو علشان نعرف ايه اكتر الرواتر او ايه الرواتر اللي انتو بتستخدموها يعني انا مش طالب منكم في الفيديو ده غير ان انتو كل واحد هيخدخل يكتب ايه نوع الرواتر اللي بيستخدمه يكتب طبعا الشركة والموديل والاصدار الخاص بي سواء كان روتر او اكسس بوينت هيوضح ده في تعليق بسيط علشان بعد كده نشوف ايه اكتر رواتر موجودة على القناة فان شاء الله في الفترة القادمة نوفر اغلب الرواتر ان شاء الله هتبقى موجودة في التعليقات. وانا بدوري حاولي سيب الفيديو ده اكبر وقت مسلا سيبه اسبوع عشان نعرف ايه اكتر رواتر فعلا اللي انتو بتستخدموها وبالتالي نركز على بعد الرواتر اكتر دي اول نقطة. النقطة التانية كل واحد هيكتب الرواتر اللي عنده وايه رأيه فيه. يعني هتقول لي الرواتر ده انا عندي راوتر مسلا ستمائة وتلاتين من هواوي. الرواتر ده كويس معي. او الرواتر ده بيعمل مشاكل معي في البنج او بيعمل مشاكل معي بيقطع الخدمة. وبالتاني بقى بعد كده ان شاء الله عندنا شوط افكار نحل المشاكل الخاصة بالانترنت بتاع حضرتك. وان شاء الله هنساعد كل الناس ان هتحل المشاكل الخاصة بيه مجالة دولتك بقى مصر السعودية المغرب جزاير يمن اي مكان. عشان ما اطولش عليكم كل المطلوب منك انك هتكتب نوع الرواتر الخاص بيك في تعليق سواء كان الروتر او اكسس بين. وهتقول لنا التجربة بتاعتك مع هزا الروتر سواء كان التجربة ايجابية او تجربة سلبية تنصح بيه ما تنصحش بيه المشاكل اللي قابلتك معها وحلتها ولا لأ او لو حلتها حلتها ازاي ولو ما حلتهاش ايه هي عشان ان شاء الله هنحلها فيما بعد. وشوفكم ان شاء الله بعد اسبوع لما نكونوا جمعنا اكبر عدد من الرواتر لان احنا ان شاء الله الرواتر دي مسلا هيبقى خمس رواتر او ست رواتر او عشر رواتر ان شاء الله هنوفرهم علشان يبقوا سابتين معنا نقدر نعمل بيهم الشروحات القادمة او الشروحات القديمة اللي ما كانش هناك شروحات الرواتر بتاعتهم ان شاء الله هيبقى فيه حلقات مجمعة لحاجات كتير جدا اتطلبت على القناة بخصوص رواتر تانية غير زي دي تي اي سواء بقى كان هواء وتيبي لينك دي لينك اشوفكم ان شاء الله بعد اسبوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته